انا محمد فخري وده ريفيتت اهلا بيكم في شرح جديد لريفيت النهاردة نتكلم عن طول عن اداة اسمها ديكال ديكال ممكن تساعدنا نحط مثلا صورة في فريم موجود في معرض عملنا في إكزيبيشن او ممكن على بالبورد مثلا في الشارع عملنا لها model ندخل الصورة ولما نجي نستخدم نعمل لها rendering نعرف نخلي الصورة دي اعدادات مثلا اضاءة معينة من غير ما نعمل اي families اضافية او من غير ما نعمل اي حاجة اضافية خلينا نخش نعمل new على طول دوس براوز default metric سريعا هنعمل scene اللي هو بتاع اه معرض او ما مشى في معرض خش نعمل rectangle خلي الفلور ده مسلا اه 24 متر في خمسة متر اوكي زي ما هي ندوس اوكي ونسنطره وبعدها نحط اللي هتبقى stand خلي الول دي ستة متر اه ما عدلناش نخلي الول دي ستة متر ونخش نعدل تظهر لنا النفاذة دي نخش عند length وندوس عليها مرة ونخليها بال meters عشان تسهل علينا حياتنا خاصة لما بنشتغلش على details مش هنحتاج حاجة اقل من meters يعني تمام نخش على من المنيو اللي في اليسار دي ونخلي تلاتة متر مسلا عشان عايز اعمل مربعات تمام وندوس على الول ونخلي top constraints بتاعتها top constraints بتاعها level 2 تمام كده الول جاهزة نعمل عليها الفريمين ونخليهم components ندوس على component ننزل نلاقي walls وندوس اوكي ونسمي الcomponent ده frames مثلا نخش ندوس pick a plane ونختار الوش الخارجي للول ده عبر ان احنا ندوس tab مرة واحدة وبعدها هندوس بالماوس ونبدأ نرسم بالريكتانجل مثلا الاطار الخارجي للفريم وبعدها هندوس اللي هي offset ونخلي الفريم ده مثلا اا نعمل offset خمسين سنتي جوة حدود الحيطة ممكن ندوس tab على الاطار الخارجي مرة وندوس ونعمل له delete لانه مالوش لازمة دلوقتي بعدها هنعمل offset تاني عن طريق OF او ال icon D ونعمل له offset 10 سنتي عشان نعمل الفريم تمام ممكن في نفس ال component نعمل الفريم التاني لانهما الاثنين على surface واحدة فمش مشكلة وبعدها ندوس finish ممكن على طول دلوقتي نروح على 3D وندوس على surface اللي برا دي وندوس tab مرة واحدة بعدها هنلاقي ال dimension ده ظهر لنا نخليه 10 سنتي عشان سمك الفريمز ما يبقاش over يعني وندوس finish model دلوقتي احنا ممكن نروح على realistic style من تحت على طول visual style دلوقتي ممكن نحط الصور على طول جوه الفريمز بعد ما ندوس finish نروح عند insert وهنلاقي الطول اللي مفروض نتكلم عليها النهاردة decal ونخش على decal types هنا بيحصل كل حاجة اول ايكون دي اللي مفروض ندوس عليها دلوقتي تعمل تدخل عن طريقها عنصر جديد او صورة جديدة مثلا وهتظهر لنا المينو دي المينو دي اول حاجة فيها الممكن تعمل فيها تخلش التصفح عشان تختار الصورة اللي عايزها وهتظهر لك هنا بعد كده يفضل سيبها واحد الا لو عايز تجرب حاجة ثانية وتشوف النتيجة بس zero هتخليها غمقة تماما reflectivity لو عايز تديها effect المراية او انعكاسي والترانسبرانسي لو عايز تخليها شفافة اكتر تديها glass effect الفنش انا بفضل خليه matte بس ممكن يبقى من semi gloss gloss high gloss او باختيارك انت costume percentage يعني وبعدها luminance في حالة ان انت بتعمل في scene dolma او scene ليلي ممكن تخليها dim glow وممكن تجرب الحاجات التانية بس الحاجات التانية بتبقى استخدمات ضوئية اعلى كمان في حالة ان scene كبير والصورة نفسها ضخمة يعني زي billboards وكده والpump pattern لو عايز تعمل اي بروزات ممكن تستخدم صورة زي ما استخدمنا في CNC قبل كده صور بيبقى فيها اللون اسود هو اللي عمل بروز والخلفية بيضة وبعد كده ممكن تعدل في نسبة البروز ده في الصورة اللي استخدمتها من هنا وبعدها cutouts لو عايز تخلي ال decal اللي دخلته ده متقطع زي CNC مثلا تستخدم صورة برضو زي ما احنا عارفين هنا بقى الا اول واحدة زي ما قلنا new decal ثاني واحدة تعمل duplicate والduplicate دي هتفيدنا جدا لما مثلا خلينا نحط صورة صورة رقم واحد واحنا اخترنا اعدادات دلوقتي ال duplicate سهل علينا الحياة بان هي تخلي settings بتاعت اول واحدة موجودة في تاني واحدة واحنا بس نغير الصورة تمام وثالث icon تعمل rename تغير الاسم ورابع icon تمسح ال decal اللي عملنا له insert ممكن برضو نسهل حياتنا اكتر بان احنا نبين ال decal grid كlarge images عشان نشوف احنا بنشتغل علي بعد ما نخلص settings ندوس اوكي وبعد كده ممكن ندوس على decal تاني place decal ونختار image number one وندوس على اي surface وهو automatically هيعمل لها اا يعني select و insert بعد ده ندوس picture two ندوس على frame التاني وبكده يبقوا جاهزين احنا نعد المقاسم دلوقتي عشان اا اا انا عارف ان الصور مربعة وعملت لهم frames مربعة بس اا في حالات تانية بتختلف فيها الامور فاحنا خلينا نحاول نخلي صور واضحة في ال realistic style visual style ده عن طريق ان احنا نروح decal تاني ونشيل illuminance مؤقتا عشان نوضح اا ايه اللي بتعمله الاعدادات اللي هنا دي modify generic models هنا العرض والطول لو غيرتوهم دلوقتي اي حاجة منهم هتتغير التانية automatically زي ما احنا شايفين كده فالاسهل ان ندوس على block proportions ونغير العرض والطول فهتبقى customizable يعني بسهولة تغيره بس لو الصورة اا يعني ما ينفعش تعمل فيها stretch انا لا احبذ يعني chill من على look proportions عالمته الصحة بس اا في حالة اننا عايزين نعمل scene ليلي هنخش على decal decal types ونغير اللومننس نخليها dim glow وبعدها ندوس ok في private نفسه زي ما احنا شايفين مش بيقرأ اوي settings الاضاءة اللي هي معمولة جواه نفسه فاحنا بنضطر نستخدم third party engine او third party plugin زي escape او v-ray او حتى لوميون وغيرها من البرامج الخارجية خلينا نجرب نعمل ray trace وكده scene صباحي ما تنسوش تعملوا share للفيديو اللي اعجبكم للناس المهتمة بنفس المحتوى واكيد كمان like ولو لسه انت مش subscribeت عندي عقناة اعمل subscribe واستنى الفيديوهات اللي هتنزل شكرا شكرا